بدل ما تسمع رأي اسمع رأي بسنتي ديل بوسكي أسطورة كرة القدم الأسبانية المدير الفني الأصبق للريال مدريد المدير الفني الفائز بكأس العالم 2010 مع المنتخب الأسباني معايا في هذه اللحظة يا فندم مشرف ومنور برنامج رقم 10 التلفزيون المصري كيف رأيت هذه المواجهة الكبيرة اليوم بين برشلونة وريال مدريد لماذا ظهر ريال مدريد بهذا المستوى السيء ولماذا ظهر برشلونة بهذا المستوى الرائع من وجهة نظرك أنني سعيد بأنه كان ماتش جيد للبرشلونة ولكن أعتقد أن هذا قد بيدعم مستوى الكرة الأسبانية عن مستوى العام وأعتقد أن الجمهور ومكالة الطرفين كانت استمتع بهذه المباراة وكانت في صالح برشلونة أكثر ولكن أيضا لا نستطيع أن ننكر المجهودة الذي بسهره ريال مدريد شافي وتجربته كمدير فن شافي واحد من الأسماء اللي أنت دربتها مع المنتخب الأسباني ومع برشلونة الآن مدربا هل ترى أنه يقدم أداء جيدا مع برشلونة خلال هذه الفترة والفترات الماضية لديه عمل شاك جدا وأعتقد أنه وصل في وقت معقد للمنتخب وأننا أتمنى له حد سعيد كما أتمنىته للعيبة التي كنت أدربها وأنني سعيد جدا أنه فاز اليوم وأعتقد أنه لا نستطيع أن ننكر قيمة المجهودة التي بسهره حتى الآن جافي وبيدري يشبههم الناس بسنائية إنيستا وتشافي في أرض الملعب هل ترى نفس السنائية بين جافي وبيدري الآن في برشلونة نعم أنه من الجيد جدا وجود عناصر جديدة وأعتقد أنه لديه عنصرين جيدين جدا أعتقد أننا شابه نستا كانوا عنصرين أسطوريات أيضا ولكن أعتقد أنهم في طريق الجابي الآن والسنائي الحديث الآن أعتقد أنهم في طريقهم للنجومية ريال مدريد كثير من التحفظات والانتقادات على مستوى ريال مدريد هذا الموسم سواء في الدول الأسباني أو حتى مع خسارة مباراة السوبر النهاردة نهاية السوبر الأسباني النهاردة في رأيك لماذا تراجع مستوى ريال مدريد عن الموسم الماضي اللي حق فيه إنجازات عديدة أنا أعتقد أننا لا يجب أن نقلق لأنه فقط مباراة وقد فاز بها أحد الطرفين ولكن لا أعتقد أن ريال مدريد قد فقد أداءه ولكن أعتقد أن هي تلك المنافسة من أجل الدور الأسباني وأعتقد أنه من المبكر أن نحكم عليه بالأداء السيئ هل ريال مدريد في حاجة إلى تدائمات خلال هذه الفترة من الانتقالات هل محتاج تدائمات سريعة لتشكيلة الفريق؟ أنا لا أستطيع أن أنا الشخص الموسم الذي يسمح بي أن أتكلم في هذا ولكن أنا لست من المعنيين بالتحدث في هذا الشأن ولكن أنا كنت أتحدث عن المباراة وأعتقد أن المباراة كانت جيدة جدا ولكن أعتقد أن ريال مدريد ما يزال ليس لديه الوقت في إبراز مجوداته فإنه فريق يقوم بأداء جيد عظيم